الحقيقة هي الدعوة اللي ظهرت على لسان سيد رئيس مجلس القضاء العلاق قاضي فائق زيدان هي ليست وليدة اليوم يعني هو الدستور ابتداء اعتبر نفسه ناقص وقابل للتعديل عندما اقر بتشكيل لجنة في الدورة الاولى لمجلس النوام فابتداء هم في خلل وكاتب الدستور التفت الى هذه النقطة لغرض معالجة الاخطاء التي وردت فيه او لمعالجة النقص لعدم موجود مجموعة من الاحزاب السياسية ليس المكونات لانه لجنة كتابة الدستور فيها من كل المكونات الشيعي والسني والكردي موجودة القرار مال التحضيرية لكن ما تفضل به سيد رئيس مجلس القضاء العلاق هو الحقيقة ما يمثل وجهة نظر لاني يقول لك مجلس القضاء مو مهمة انه يتدخل ولكنها وجهة نظر من رجل قريب من المشهد السياسي مواكب لطبيعة الاحداث اللي ذا تجري فادى رأيه بانه الدستور يجب ان يعدل حتى نتجاوز هذه العقد في كل دورة انتخابية لدينا مشاكل وتعطيل للحكومات ايضا انه الامر لا يقف عند هذه النقطتين اللي اشار لهم استاذ فايق في في يعني المادة اللي نشرها او المقال اللي نشرها ايضا نحن بحاجة الى تعديل نصوص اخرى تتعلق بموضوع قانون الاتحاد يجب ان ينص عليه الدستور تفصيل حتى لا يترك للأهواء قانون المحكمة قانون المحكمة الاتحادية حتى مجلس القضاء العلاه يجب ان يحدد حتى لا يخضع يعني من فترة مجلس النواب قرر انه انت سلطة لعضو مجلس النواب ان يتدخل في عمل القضاء لكم الاتحادية ايضا انت بعدم دستوريته اذا نحن بحاجة الى تعديل لانه الخمسة عشر عام او سبعة عشر عام التي مضت ظهرت لدينا اختلالات بنيوية في تكوين الدستور